تحت رعاية سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة انطلقت ورشة العمل الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بمشاركة أكثر من 20 مشارك من مختلف أنحاء العالم وتهدف هذه الورشة إلى بناء قدرات القادة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى صياغة أفكار ووضع تصورات لمشاريع الأعمال والشراكة بين القطاعين تعزيزا للتواصل والتعاون بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تستضيف مملكة البحرين ولمدة ثلاثة أيام ورشة العمل الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بهدف تعزيز المعرفة وتقييم مبادرات الشراكة والتفاهم هذه الورشة تركز في محاورها على تنمية أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بنهج نظامي يثري التعاون ويطور من مجالاته هذه الورشة تهتم فيها العديد من دول المنطقة ونقشر وجود للقطاع الخاص حاضر ومشارك إن شاء الله في أعمال هذه الورشة فبالتالي نتوقع أن تكون هناك مخرجات تفيد المنطقة وتفيد القيادة العاملة على تسيير ووضع سياسات الزراعية والبيطارية في هذا المجال منصة مهمة أنشئت لتطوير حلول شاملة وللتعرف بشكل أدق وأشمل على نقاط القوة في هذا المجال لدى القطاعين هذه الورشة طبعا من الورشة المهمة عدنا جدا في المنطقة لأنها تؤدي إلى تعزيز الشراكات ومفهوم الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حقيقة عدنا في دول الخليج هذا المفهوم مفهوم مثبت وقوي جدا في قلع المستوى الحكومي لتعزيز الشراكات لكن نحتاج إلى تعزيز هذا الدعم في مجال خاصة الخدمات البيطارية خاصة وأن الآن عدنا في دول الخليج والزيادة على مستوى الثروة الحيوانية مما يحتاج إلى تعزيز تدخل القطاع الخاص لدعم الخدمات البيطارية في هذا المجال هذه من الورشة المهمة لأنه تأسس للشراكة مع القطاع الخاص لأنه يستحيل أن يتم الانتاج ويتطور بدون وجود هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الشراكة فيها معوقات وفيها قوانين يجب أن تتخذ في البلدان فكيف تسهل هذه الشراكة كيف أنه يسهم كل منهم ويتجاوز المخاطر اللي ممكن يصيبها من خلال هذه الشراكة فأكيد أكو آليات وتجارب للدول العالم راح تعرض وممكن استفادة من عدها جميعا ويكون هناك وعي في هذا المجال محاور مميزة وثارية تمت مناقشتها لتصاغ من خلالها الأفكار وتوضع التصورات للبدء في مشاريع مهمة تنطلق من أرضية صلبة مشتركة بين القطاعين العام والخاص مشتركة بين القطاعين العام والخاصة المخاطر